لأنا كمدير فني أبقاعد عايز أشوف وسام عايز أشوف كريستو عايز أشوف أبشا عايز أشوف حسين الشحات أشوفه مصله معدل اليقى البدنية عنده مصل لغاية فين محتاج أن أنا زود على أبشا مثلا يعني أي اسم من الأسماء محتاج أن أنا زود عليه شوية في الناحية البدنية فلان التاني محتاج أن أنا أخليه يعمل جنبات كتير علشان هو بياخد الكور العالية مش زي الأول في حاجات كتيرة جدا المدير الفني بيبقاعد أو واقف بيتفرج على لعبته إيه اللي ناقصهم خصوصا إن أنا عندي وقت وعندي مدة تخليني أعمل النواقص اللي عندي في كل اللاعبين اللي موجودين عشان كده أنا شخصيا من الأهلوية اللي سعداء جدا بهذه المباراة الودية اللي اكتشفنا فيها عناصر كثيرة جدا جدا الحقيقة من الممكن جدا أن أستفيد منها النادي الأهلي خلال الفترات القادمة وهو ده الغرض الرئيسي من المعسكر مش الغرض أن أنا أكسب الإخدود ولا الإخدود يكسبني ولا أكسب حتى ولا حتى تكسبني لا لا طبعا عايز أكسب ولكن الغرض الرئيسي زي ما قلت لحضراتكم نشوف بصوا حضرتك الجون ده لو حد غير كريستو كان عمل فيه إيه لكن كريستو بيطمننا وأنا بالنسبة لي الجون مش في الكرة أنه هو جري الـ 45 يارضة اللي جريهم ولا الـ 40 يارضة اللي جريهم ولكن عارف حضرتك معنى أنه هو يجري سبرينت حوالي 40-45 يارضة بالكرة تحت رجله ويحطها بالشكل ده معناها أنه هو واقف على رجله بشكل جيد جدا لأنه هنا بتكلم على كريستو من الناحية البدنية يعني يسام عمل هالو بص حضرتك هو جاي سبرينت منين تقريبا 45-50 يارضة فالمفروض أنه أنا حوصل للنقطة دي أبقى تعبان كلعيب لكن أنا لا واقف على رجله كريستو وبيباصس للجون وشايف الجون وحطها بشكل جيد جدا فهنا أنا كمدير فني أبقى مبسوط بشغلي أبقى مبسوط باللي عمله كريستو هذا هو المدير الفني كيف يفكر أنا ما سألتش كولر ولكن كل المديرين الفنيين بيفكروا بهذا الشكل خصوصا في المباريات الودية وخصوصا لما يطلع واحد زي كريستو واحد زي يوسام يطمني واحد زي حسين كل الناس الحقيقة أنا مش عايز برضه أنسى أسماء وأنا نفسي كمدير فني بطمن على 11 لعب على مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي لو لقدر الله رمي تعبان حصل له حاجة لو ياسر إبراهيم ضربة الجزاء وطريقة اللي خد بها وسام أبو علي ركلة الجزاء متقلق الحقيقة النهاردة أو عامل بلاش متقلق ولكن عامل شكل جيد في الشوت التاني اللي لعب به فبالتالي نبقى مبسوطين نبقى سعداء أنا كمدير فني وأنا قاعد بتفرج على 11 ناشئ بشوف لو اللي قدر الله ياسر إبراهيم ولا محمد عبد منعم كانوا تعبانين فيه معتز فيه عبدين فيه مجموعة اللعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان أقدر أختار منهم واحد وحطه أقدر ألعب بيه المتشاط اللي جاية كل اللي أنا بقوله لحضراتكم ده علشان نبقى فاهمين إيه اللي بيحصل فيه مثل هذه المعسكرات الناس مش طالعة تتفسح لا الناس بتتعامل في معسكر رائع الحقيقة كل الأجواء اللي بتجدنا من هناك بتقول أنه هو معسكر رائع جدا مرة تانية شكرا للجميع شكرا لكل من ساهم في نقل هذه المباراة بهذه الجودة اللي كانت عليها النهاردة يمكن في الأول كانت المصدر جاي لنا الصورة بتقطع شوية زبطنا الأمور ولكن في النهاية تصوير رائع شكرا لكل العاملين في قناة النادي الأهلي شكرا لمجموعة العمل اللي موجودة في الإمارات علشان توصلنا الشكل بالمباراة بهذه الصورة لكل جمهور النادي الأهلي فأنا سعيد جدا وبشكرهم مرة تانية وده واجبنا بأن الحقيقة ناس كتيرة جدا كانت باعتالي بتشكرني ولكن ده واجبنا جماعة ده اللي احنا لازم نعمله طول ما احنا بنفكر بهذه لا نفكر إلا في شيء واحد وهو كيفية إسعاد جمهور النادي الأهلي